هذا وتفقد محافظ شبوى الشيخ عوض محمد العولقي الجرحى الذين يتلقون العلاج في مستشفى عتق وشدد خلال زيارته لهم على ضرورة العناية بهؤلاء الأبطال وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لهم مشيدا ببطولاتهم وتضحياتهم من أجل تحرير المحافظة من جحافل الميليشيات الحوتية التابعة لإيران مثنيا على توافد المواطنين على المستشفى من أجل التبرع بالدم لإخوانهم الجرحى ووجه المحافظ بضرورة استقدام كافة سيارات الإسحاف من المديريات وتسخيرها لخدمة الأبطال في جبهات القتال بمديرية بيحان